السلام عليكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة نقف عند الخطاب التاريخي والمهم اللي يلقاه رئيس الحكومة سعز خنوش في الأمم المتحدة في جمعية العامة تابع الأمم المتحدة واللي بين فيه موقف المملكة المغربية من عدة قضايا وخاصة قضية سحراء المغربية لتكلم بكلمات واضحة وباينة لا غبر عليها وضع فيها الإطار وموقف المملكة المغربية من نزاع الدائر حول السحراء المغربية وفي الحقيقة هذه الكلمة خاصة المغربة كاملة نسمع لها ونسوعبها وخاصة النشطاء في هذا المجال سواء الإعلاميين أو نشطاء السياسيين أو نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي يعني كمغربة لابد في إطار ليقضاء التعبئة سنعرفوا هذا الكلام التي تقال بإسم المملكة المغربية والموقف المملكة المغربية من السراع وخاصة أن الخطة بيحمل لاءات لا الهادي لا الهادي لا الهادي ونعرفه المغرب في موقف ديالو باش نحن نمشي في ذاك الاتجاه وننقش في ذاك الإطار ف سي عز خنوش رئيس الحكومة وقال كلمة باللغة العربية واضحة وبشخصية المواطن لتيقف نفسه ومقتنع بمواقف التابتة للمملكة المغربية وهو ذكر هو بتوابط وبين ما قال وقد نسمعه لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حدثتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر وهذا نتيجة السياسة الواقعية نتاجها المغرب من هذه المدة تحت القيادة السامية لصاحب شلال الملك محمد السادس نصر الله الواقعية يقول الجزائر نسمي الأشياء بأسمائها نقول جزائر أنت هي المسؤولة بمعنى أن الموائد كتدرع الحوار الموائد المستديرة خصنة در في إطار الحل السياسي والأطراف بالأربعة بحضر أطراف أربعة المغرب الجزائر موريطانيا وجبهة البوليساية أطراف ثلاثة يحضر في موائد المستديرة كما يحضر في موائدتين المستديرة السابقتين إذن نزاد وقال لا حل خارج إطار السيادة المغربية في إطار الحكم الداتي فهاش عاد هدي ولا هدي فعلاً القلب والأحل السياسي في إطار السيادة المغربية وفي إطار الحكم الداتي ولا عملية سياسية جديدة دون العودة إلى الإقرار بالرجوع إلى وقف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة اسمها الميليشيات المسلحة أذكر بالواقع اللي كتعيشوا أقاليمنا الجنوبية والمتسم بوحد دينامية تنموية ومشارع منجزة في إطار نموذج تنموية الأقاليم الجنوبية وهنا لابد من التذكير بتوابط بتوابط موقف المغرب كما جدد التأكيد عليها صاحب جلال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموارد الموائد عفواً الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الداتي لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن وموازة مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية المعيش يترجم دينامية تنموية بوثيرة تعد من أعلى ما تشهده المملكة المغربية وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار نموذج تنموي الجديد للأقاليم الجنبية وإضافة إلى إطارتو لقضية السحراء المغربية هو تاروح مجموعة من القضايا وموقف المغرب منها ووقف وبريد حتى أنا نوقف في الحلقة هذه النقطة مهمة وهي دعم المغرب للقضية الفلسطينية لأنه مع الأسف كان بعض المزايدات أو الكثير من المزايدات ومحتاجوش عن إحنا قد نبرروا موقف المغرب من القضية الفلسطينية بل نأكدو وإننا مسألة ما تحتاج إلى تأكيد لأن الموقف المغرب باين بتكلم سي أعزا خنوش رئيس الحكومة المغربية على الموقف التابت للمغرب من القضية الفلسطينية ودعموا القضية الفلسطينية وذكر بالخطاب الملكي دي العيد العرش في الصيف الماضي أن صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله ذكر بالموقف دي الملكة المغربية وبدعموا القضية الفلسطينية وبدعموا كذلك لحل دي الدولتين اللي ستقع لها العرب كاملين بما فيه السلطة الفلسطينية وقوى أخرى وتكلم على التطرف في هذا المجال وأن أي عرقلة لهذا المصار دي السلام هو عرقلة لمصار دي السلام بصفة عامة وإدخال المنطقة في مصير مجهول ونحن نشوف اليوم كيفاش أمورها تمشى وكيفاش كانت حماس قامت بالعملية في سبعاء أكتوبر وشي اللي جمراها من عملية الإبادة الجماعية قام بها الجيش الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في قزة واليوم كنشوفوا الحرب دائرة مبين حزب الله وإسرائيل وانتشار رقعة لها وتبادل القدائف والصواريخ من الموزاة مع ذلك كانت محاولات للسلام محاولات النزع الفتيل دائرة الإحتقان وليكن مع الأسف كان صراع بين قوى لبغي الصراع إدامة الصراع إنها فائد تفلك شيء وقوى أخرى اللي كتحاول ما أمكن أنها توجد طرق للسلام وتوجد طرق للإلتقاء كما قلنا في إطار حل الدولتين دولة فلسطين ودولة إسرائيل هكذا تفهموا العرب باش حتى شو واحد ما غني زايد على الآخر وبالفعل أن قوى السلام خصها تجتهد وخصها تدين جميع العمليات العسكرية وجميع أساليب الضمار التي تعرفت عن المنطقة وأي تشدد من هذا الطرف أو من آخر لن يخدم القضية في شيء وبالتالي أن رئيس الحكومة المغربية باسم المملكة المغربية جدد موقف المغرية من هذه القضية إن اعتماد مفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا ثالثا إن إرسال أمن الاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إن الشيء الذي يريد أن نذكر به في ختام هذه الحلقة وهو أنه يجب أن نستوعب المواقف التابعة للمغرب ضروري أن نستوعبها وضروري أن نشتغل عليها لأنه كيف ما يبغي نكون سواء كأننا نحن مغاربة في الداخل أو في الآخر كيف نحن نصفراء حتى أنك في المغرب لداخل المغرب وتتكلم فأنك سفير للمملكة المغربية وسفير لقضايانا الوطنية سواء قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أما خصوم أحدثنا الترابية شكرا حاتبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته